نروح بقى على ماتش النهاردة ماتش النهاردة من نيحة الفنية صعبة على الفرقتين زي ما قلت لحضراتكم في عدة اعتبارات زي ما قلت لحضراتكم اللعب في البطولات الأفرقية نمر واحد الماتش ماتش مؤجل من أسبوع التاسع في الدور الأول طيب يعني الفرقتين عندهم هدف الهدف نادي الأهلي طبعا بيتمسك بحقه في اللعب في دوري أبطال أفريقيا نادي الأتحاد عنده أمل ناقص له بقيله نقطة وده الماتش الأخير للمؤجل وعايز يلعب في الكونفدرالية هو حيتفوق عن نادي المصري لأنه حيتساوى مع 28 نقطة في الدور الأول وهو كسبان النادي المصري لو رجعوا للماتش اللي لعبوه مع بعض يبقى نادي الأتحاد عايز نقطة واحدة علشان يمثل مصر في الكونفدرالية الموسم اللي جاي من ضمن اعتبارات برضو الأداء الطيب اللي بيقدموا نادي الاتحاد السكندري فترة أخيرة يمكن آخر خمس مباريات مش في حالته شوي يعني آخر خمس مباريات كسب ماتش واحد وتعادل ماتشين وخسر ماتشين ولكن لما بيلعب ضد النادي الأهلي لا مباريات مباريات قوية مباريات بطولة مع مين كمان؟ مع الكابتن طارق العشري مدير فني نادي الاتحاد بيلعب قدام الكبار مباريات جيدة جدا 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 وعنده أسلوب يمكن الماتش اللي فات قدام الجونة قلنا على الكابتن علي عبد العال أسلوبه دفاعي وبيقفلك نص ملعبه لحد ما تزهر لا ده الكابتن طارق العشري يزهقك أكتر من علي عبد العال أسلوب ونجح فيه من أيام ما كان ماسك حرس الحدود بعد الكابتن حلمي طولاه نفس الأسلوب بيعمله مع الفرق الكبيرة مع الأهل ومع الزمال ونجح فيه على فكر نجح فيه بصورة كبيرة يمكن مشكلة نادي الاتحاد السنين الأخيرة خط تفاعه خط تفاعه إنما يتميز بخط وسط جيد بخط هجوم جيد جدا وطبعا زي ما حضراتكم عارفين خط هجومه معه لعيب من ضمن أفضل رؤوس الحربة اللي جات مصر من الخارج من أفريقيا في السنوات الأخيرة الأنجولي ما بلوله مهاجم من طراز رفيع مهاجم ما بيضيعش فرصة مهاجم دايما بيهدد مرماط لا مهاجم يعني زي ما نقول إيه من طراز الرفيع عندنا نقاط قوة ونقاط ضعف ولكن الفرقتين عندهم نفس الهدف يمكن الاتحاد عنده هدف إنه هو ما يخسرش النادي الأهلي ما عندهش غير هدف واحد إنه هو يكسب النادي الأهلي بماتش النهاردة عنده ست مؤجلات ست مؤجلات محتاج 12 أو 13 نقطة علشان يضمن إنه هو يلعب فيه أبطال الدوري بطولة إفريقيا لأندي أبطال الدوري تاني حاجة ماتش النهاردة بين فرقتين جماهريتين جماهريين يعني نادي الأهلي زي ما حضراتكم عارفين 70-80% من المشجعين مشجعين نادي الأهلي جماهير النادي الأهلي في جميع المحافظات نادي الاتحاد صاحب شعبية كبيرة جدا 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 في اسكندرية فالنهاردة كمان مباراة جماهرية مباراة ما تقدرش تتنبق هو مين اللي في حالة أفضل ومين اللي هو ممكن يكسب النهاردة أو ممكن تكون التنبؤات تقول إنه هو يكسب لا ما تقدرش ما تقدرش نادي الاتحاد النهاردة في مركز الخامس مركز الخامس عنده 32 نقطة واللي يفرق بينه وبين أمبي فرق أهداف اللي هو بيحتل المركز الراب بما معناه إنه فريق جاي بيقدم كرة كويسة زي ما قلنا لحضراتكم عنده نقاط قوة وعنده نقاط ضعف نقاط القوة في الخط الأمامي نقاط الضعف في الخط الخالفي وعنده مزيج من إيه بقى؟ من العناصر السنية اللي بتجمع ما بين الخبرة والشباب الخبرة والشباب نادي الأهلي عنده ضغوط جمدة جدا 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 الفترة دي وإحنا عارفنا كلها ومش هنتكلم فيها تاني لا مش تاني عاشر مش هنتكلم فيها النادي الأهلي مباريات مضغوطة ولكن إحنا كنادي أهلي مطالبين بالمكسب كل مباراة وجماهير النادي الأهلي طالبة من اللعبة المكسب كل مباراة برغم الضغوط وبرغم الظروف الصعبة إلا إن إحنا بنلعب على هدف واحد بس بقولوا حضراتكم منكم النادي الاتحاد النهاردة يلعب على نقطتين يكسب لقدر الله معلش يتعادل علشان يروح الكونفدرالية إنما النادي الأهلي ما قداموهش غير المكسب ما قداموهش غير المكسب لو روحنا بقى للجاز الفني إحنا عارفين كابتن طرق العشري وأسلوب لعبه عارفينه وياما لعبنا ضده كنادي أهلي مستر مارسل كولر من ناحية الفنية بالتأكيد شاف ماتشات النادي الاتحاد شاف أسلوب طرق العشري عنده لعيبة بتنفذ له بعض الفترات في الملعب وخصوصا في الخط الأمامي زي كريستوفر مبلولو زي بواتينج عنده كمان لعيب كويس جدا في نص الملعب وبيكمل مورو سليفه ومميز جدا في الكرات السابتة القاوت رمية التماسي واللي بيعتمد عليها طرق العشري اعتماد كل في الجزء الأمامي أو في الجانب الهجومي عنده كمان أحمد عادر عنده عبدالغاني محمد كل باتكلم على نجوم نادي الاتحاد أو لعيبة نادي الاتحاد اللي بتصنع معاهم الفرق في الماتشات الأخيرة وكلهم في الخط الأمامي معا حارس مارما عنده خبرات كبيرة وحارس مارما جاي المهدي سليمان نادي الأهلي النهاردة في بعض اللعيبة رجع زي رمي ربيعة محمد مجدي أفشة دخل في قايمة الماتش محمد الضوي كريستو ولكن ما زال هناك بعض الغيابات ياسر إبراهيم بيغيب النهاردة الشناوي بيغيب النهاردة عمر السلية اللي تصاب وهو بيسخن الماتش اللي فات عنده شد في العضلة الضمة ديانج بيغيب النهاردة النهاردة كمان مستر كولر ابتدى بقى يريح ممكن احنا اتكلمنا مع انجومنا الكبار الماتش اللي فات هو الأفضل ان هو يريح بعض اللعيبة في بداية المبارات المؤجلة ولا لما يقرب من ماتش الترابي وجهة نظر وكل مدير فني صاحب وجهة نظر معينة صاحب وجهة نظر معينة فشايفين النهاردة ان مستر كولر بيريح علي معلول احنا قربنا من الماتش فمريح علي معلول مريح بيرسي تاو دي وجهة نظر وخاصة بعملية التدوير اللي بيقوم بيها مستر كولر فمستر كولر طبعا ليه رؤية خاصة مهما كانت رؤيتنا هو ليه رؤية خاصة هو المدير الفني هو القادرة وهو القادرة او العالم بكل امور الفريق سواء حالة اللعيبة البدنية حالة اللعيبة الفنية وحالة اللعيبة النفسية وحالة اللعيبة النفسية انا كمدير فني او مستر كولر كمدير فني بيبص بنظرة تانية غير غير نظرتنا احنا احنا ممكن نختلف معاه بعض الامور زي ما قلت لحضراتكم مبل كده ولكن هو ليه رؤية خاصة هو ليه رؤية تانية وهو القادرة لان هو اللجوه هو اللجوه الملعب مع اللعيبة هو القادرة بحالة اللعيبة ما بتبقاش حالة فنية بس ما بتبقاش حالة بدنية بس ما بتبقاش حالة نفسية بس الأمور كلها مجتمع الفنية والفني والبدني والنفسي عشان كده في الآخر خالص بنقول إيه هو ليه رؤية خاصة غير رؤيتنا قد نختلف أو نتفق ولكن يبقى القرار النهائي للمدير الفني طيب زي ما قلنا مباراة صعبة نادي الأهلي يسعى لمواصلة الانصارات بإذن الله نادي الأهلي الشوت الثاني قد مباراة جيدة في مباراة الجون وتقريبا الشوت الثاني كان وان سايد جيم يعني كنا بنلعب في ملعب الجون نص ملعب الجون نادي الأهلي استعاد بعض اللعيبة الماتش اللي فات شفنا تقلق محمود متولي وأحرز هدفه كان نجم مباراة شفنا عودة كهرباء ونزل وقت بسيط بالرغم الوقت البسيط اللي هو نزله إنما هو عمل خطورة كبيرة على مرمى الجونة قدر إنه يسجل من ركلة جزاء وبمناسبة ركلات الجزاء كان فيه سؤال لميستر كولر فيه المؤتمر الصحفي وبيقولوله طب إزاي كان علي معلول جوه الملعب ولما جات البنالتي كهرباء اللي خد الكرة ورا حطها فقال لهم هو مين اللي قال إن علي معلول نمر واحد الفلسفة أو الفكرة تغير هو بيقول شايف مين اللي جوه الملعب يقدر يشوت ركلة الجزاء اللي بتيجي فهو بيقول أنا بحدد مين اللي شوت إذن الأمور برضو رجعة للمدير الفني عشان لما تيجي البنالتي اللي أمور فينا علي معلول هو ميستر كولر قال كده في المؤتمر لا خلاص هو غير الاستراتيجية غير الفكر عشان كده علي معلول كان جوه الملعب وكان الماتش اللي فات لبس شرط النادي الأهلي أجمل وأحلى تتويج لمشوار علي معلول مع النادي الأهلي الماتش اللي فات لما لبس شرط النادي الأهلي لما طلع كريم نادبل حاجة ما يحسهاش غير اللي لبس فنيلة الأهلي وعرق وتعب ولبس شرط الكابتنة حاجة مش عايزة أقولك تعادل كأنك خط بطولة لأ وبطولة إيه؟ بطولة يعني ما بتتكررش كتير ما بتتكررش كتير فده كان تتويج لمشوار علي معلول مع النادي الأهلي تعال نروح نستقبل المحل الرقمي محمد البازي كلمنا عن أرقام تخص مبارات النهاردة والفرقتين ولكن بعد الفصل